في تكري دلوقتي لو انا بقولك ايه سؤال تقليدي بس هو بتكرر في حياتنا نفسك في ايه سنة الجاية دي امنياتك ايه لنفسك للناس للوطن تقليدي جدا سؤال بس الحقيقة بس هو احنا محتاجين نقوله يعني عالمستوى الشخصي بجد يعني انا مش عايزة حاجة انا عايزة الحياة مش زي ما هي مش عايزة مفاجآت مش عايزة مفاجآت مش عايزة صدمات مش عايزة حد يقولي انه حصل كذا يعني لو مشت كده حتى لو مش مش واوة لو مش حاجات مش هايلة بس ماشية كده مش عايزين اللي هي اسفجآتنا يبقى في حاجات ان شاء الله بازات بتاعت الكامسال اللي فاتت اه 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 ده على مستوى الشخصي مش عايزين يعني اللي تحبيه لأسرتك الصغيرة تبقى كويسة بسحة كويسة وانا عموما في حياتي انا شخص راضي جدا يعني يعني مش متطلعة قوي طول عمري كده يعني عمري ما كان عندي طموح زيادة على اللطن يعني مش يعني دايما راضي حتى لو ربنا داني شوية او اكتر من شوية بقول الحمد لله اه انا بحمد لله داني اكتر مما استحقي ممكن يعني ربنا يعطيكي دايما يا ربنا يعطيكي على المستوى العام وبرضو انا يعني قادر اقولك نفس الحكاية احنا مش عايزين مش عايزة حاجة تهز الكيان او تهز الحياة يعني لو الناس قدرت تكون مستقرة في بيوتها اه 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 يعني تعول نفسها باحترام و با و بارضا يعني مش عايزين اكتر منك عايزين حياة امنا عايزين شوارقة امنا عايزين نبقى متطمنين على قسرنا على وطننا على على عالمنا العربي يعني على عالمنا بشكل عام يعني انا في الاخر لما بتشوفي اي حد بيموت في اي حتة بتزعلي لانه في الاخر انسان بيموت بدون واجه حق اه يعني هو ما عملش حاجة في حياته غير انه هو دينه كذا او او جنسيته كذا عرقه كذا او عرقه كذا او اي مكان يعني في الاخر يعني ان شاء الله كده يعني بتمنى انه يعني كل دي احلام ننجو اه يعني كل دي احلام ممكن ما تتحققاش للوقت بس مش عارفة ليه وما تسألينيش لي ان عندي امل انه انه الناس ابتدت تفهم او 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 لازم تفهم او عندي احساس من ابتدت تفهم انه الحياة بجد تستاهل ان احنا نعيشها ان احنا نعيشها واحنا مستقرين وامنين يعني يعني احنا مش عايزين اكتر من كده اشتركوا في القناة